السلام عليكم العقل السليم في الجسم السليم وللحصول على جسم سليم لابد من تناول نظام غذائي صحي ومتنوع ومتوازن وهم خصائص النظام الغذائي الصحي هي أولا احذر الأبيضين السكر والملح قلل من كمية الملح في الأكل دائما احرص على قراءة الحقاق الغذائية المذكورة على الأطعمة على سبيل المثال الأطعمة المعلبة واختر المنتجات قليلة الملح وفي حال الأكل المطبخ في المنزل البدائل للملح من الأعشاب والتواب المتعددة منها الثوم والقرفة والكركم والفلفل أما بخصوص الماء من خفض السوديوم فكمية الملح في الماء جدا بسيطة والمهم التركيز على الملح الموجود في الطعام ثانيا نستبدل حليب كامل الدسم بالحليب قليل أو خال الدسم جميعها تحتوي على نفس الكمية من الكاليسيوم والعناصر الغذائية الأساسية اللهم الحليب كامل الدسم يحتوي على سعرات حرارية ودهوم مشبع أكثر رابعا تناول الفواك والخضروات بشكل يومي الفواك والخضروات مصدر مهم الفيتامينات والمعادن والألياف وخيار أفضل من المكملات الغذائية رابعا احرص على تناول على الأقل نصف الحبوب من الحبوب الكاملة استبدل الحبوب المكررة الموجودة في الدقيقة الأبيض بالحبوب الكاملة الموجودة فيه على سبيل المثال خبز البر والدخن والشعير وغيرها من المنتجات خامسا نوع في تناول البروتينات تتوفر البروتينات في اللحوم والدواجن والمأكلات البحرية والفاصولية الجافة والبازلة بالإضافة إلى المكسرات وغيرها من الأطعمة سادسا تناول المأكلات البحرية ولو مرة في الأسبوع الأسماك مصدر مهم للبروتينات والمعادن ووميغا 3 سابعا اشرب الماء بدلا من المشربات السكرية الماء خالي من السعرات الحرارية المشربات السكرية مثل مشربات الطاقة والمشربات الغازية والمشربات الرياضية مصدر لسكر والسعرات الحرارية وأخيرا قلل من الأطعمة الدهنية قلل من الحلويات والفطائر والبيتزا واللحوم المصنعة مثل النقانق ودمتم بصحة